موسيقى الاول اهلا وسهلا بحضرتك بص بقى دي الفقرة التي طال انتظرها لانه دي اللي بينتظرها عشرات الملايين من مصر 85% زي ما كنت بقول لكم بارح من عقارات مصر غير مسجلة طيب عندنا قانون والليحة التنفيذية تم اصدارها واصبح في عندنا بقى كل التفاصيل اللي تخلى حضرتك تسهل عليك التسجيل مين معانا الرجل المسؤول عن كل القصة دي دكتور جمال يقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري منورنا اهلا وسهلا والأول في بداية حواري بنتقدم بخلص العزاء لو شهداء الواجد شهداء الوطن سواء كان في الداخل او في الخارج ونعزي اهلينا الكرام ونتمنى لمصرنا العزة والقرامة وان يدوم على مصر الامن والامان في الفترات القادمة بإذن الله رب العالمين انا عندي تفاصيل كل الحاجات او لو صح تعبير تفاصيل الطفرة الجديدة في التسجيل بس انا سؤالي بقى ابدأ من فين يعني انا لما اجي اقعد اتكلم مع دكتور جمال اقوله هبدأ من فين هبدأ من الرقم اللي انا قلته 85% من عقارات مصر جير مسجلة ده بجد ده على فاكرة ده رقم مهول ده مش مهول ده احنا نسبة التسجيل في مصر من 5% الـ 7% ده الرقم اللي وصل ساعتك 85% ده ساعتك لا ده مش حقيق احنا نسبة التسجيل ونقل الملكي العقارية في جمهورية مصر العربية لا تتعدى قاب قوسينا او ادنى من 5% و 7% من عقارات مصر نقدر نقول بداية صغيرة كده نقول الصروة العقارية في مصر كانت مهددة بقوانين عشوائية من اليوم من 7% بصدور القانون 9-22% مصر توضع عشوائية القوانين العقارية عشوائية القوانين العقارية قانون جديد بفكر جديد يناسب الجمهورية الجديدة ويناسب التحول والرقم ويناسب القضاء على جميع مشاكل نقل الملكية العقارية في مصر حلو جدا في مواطن هيجي يقول لي طب يعني انا هستفيد ايه يوسف من وراء التسجيل ما انا مثلا عندي الشقة عندي العمارة بعرف ابيعها بالعقود الابتدائية وبتروح من مالك للتاني للتالت للرابع ولا احنا بنسجل ولا حاجة طب شوف يا فندم استقافة دي تواطرت عليها الاجيال من السبعينات والستينات في نقل الملكية العقارية فحصل فصل ما بين العقد المسجل وما بين المالك او الحائز على الوحدة ليه لان جميع التصرفات التي تمت تمت بوقود عرفية وبعيدة عن انظر وعيون الدولة الاخطر من كده ان الشعب نفسه هو عايز يسجل ولكن القانون معقد ففيه رغبة وثقافة المواطن للتسجيل ولكن يصطدم بالواقع القانون حلو القانون معقد طب هنعمل ايه وقفنا ادى الى ايه عزوف كافة المواطنين عن اجراءات التسجيل في بحث الملكية العقارية في القانون 114 كان بتطلب تسلسل الملكي ابحث ملكي من الوضع يده الحالي حتى سند الملكي كل هذه الحلقات العرفية واجبات الشع اطراف غير موجودين يبقى المواطن هيصطدم بعدم التسجيل اوكي طيب جزء برضو من الحاجات اللي انا بقى بالنسبة لي كانت ملتبس عليها هو وضع اليد انا اول مرة اعرف ان في حاجة اسمها حد وضع يد على عقار مبني انا كنت افهم وضع اليد ده يقولك حاطت ايده على حتة الارض دي لكن في حالة اسمها وضع يد على عقار ملك جديد في القانون دي باي فاندب المادة عشرة مقرر وما استحدث هذا القانون وهي وهو نقل الملكية العقارية بالحيازة وتم ايجاد طريق جديد لنقل الملكية العقارية حيازة هادئة مستقرة مدة خمس سنوات بقصد التملك وبحسن النية من وقت تلقي الحق حتى تمام التسجيل النص ده تم وضعه في القانون تسعة اتنين وعشرين لكي يزيل جميع مشاكل الشهر العقاري هذا النص سوف يحول جميع العقارات الغير قابلة للتسجيل الى عقارات مسجلة مسجلة كل ما هو عقار سواء كانت واحدة سكنية او شأ او محل او عقار قائم بذاته او قطعة ارض فضاء ينطبق عليها هذا النص يبقى تنتقل الملكية العقارية بطريق جديد وهذا هو ما استحدثه القانون خمس سنين حائز بسند صحيح هو عقد البالي ابتدائي ويؤيده هذا ويؤيده اصال الكهرباء او اي اصال من المرافق او شهادة ميلاد كل ذلك يؤيد العقد الصحيح هو الطريق الاول لكذب الملكية لكل حلو جدا طيب ده برضو خليني اسأل بقى بأننا ذكرنا موضوع قطع الاراضي الفضاء طب دي هيسبت ملكيته ازاي يعني حط ايده على الارض دي بقى له عشر او خمستاشر سنة عشان انا فهمت او يزيد طب هيسبت ملكيته او حياسته لهذه الارض بوضع اليد ازاي وهي ما فيش عليها ولا كهرباء ولا مية ولا كذا بس لها طريق تاني وهو ربطها في العوايد والضرابة العقارية في ضرابة العقارية بتربط جميع الاراضي الفضاء يعني لو كان بتفعلها ضريبة عقارية او العوايد زمان العوايد العوايد اللي هي مصطحة ضرابة العقارية بتنزل بتعمل نزول على الطبيعة لجميع الاراضي بالتحري وبالبلاغ وبيتم ربط قطعة الارض الفضاء ربطا ضريبا يبقى هو ساعدتك هو حائز بيجيب بيجيب كشف رسمي من الضرابة العقارية بحيازته لهذا العقار الحيازة ويضا انطبق عليه القوانين العظيم الثاني حاجة أخطر ما هو في ذلك ودي الضمانة الأساسية لنقل الملكية عن طريق المادة عشرة مقرر وهي أنا ما بكتفيش باللي بقدمهني صاحب الشأن لا ده أنا بنزل للطبيعة وبعمل محضر واضع في المكان واسأل شهود واسأل مجورين واسأل حارس وانشر في جريدة وانشر في الجرايط يعني بعمل نشرة يبقى أنا عندي نشرة عندي وسائل تأمين وضوابط كافية بذاتها لتأمين الملكية العقارية طيب ده يبقى في إطار السبعة وثلاثين يوم ولا ساعتها هتزيلة في إطار السبعة وثلاثين يوم كل ده في إطار السبعة وثلاثين يوم كل ده في إطار السبعة وثلاثين يوم ده احنا كده عدينا يا فندب انت بتتكلم في قانون بيقول إيه الجمهورية الجديدة قادمة قادمة بقى بتشريعاتها صح هي مش قادمة مغرد شعرات ده قادمة بتشريعاتها وإذا ما بدأت في الساعتك في بداية الحوار قلت إيه لدينا عشوائية تم القضاء عليها على فكرة العشوائية في القوانين مش في قانون شرقلة بس كانت في قوانين كاسية دلوقتي بتشوف كل القوانين بتتعدل في الجامل القوانون بتتعدل في كل الجهات قوانونها بتتعدل وبترتقي لمرتبة العهد الجديد احنا بنسميه العهد الجديد جدا طيب انطلاقا من المصطلح الطفرة اللي حصله في الشهر العقاري بشكل عام أي مكاتب الشهر العقاري وما إلى ذلك احنا هنا بنتكلم على المكان وتجزت وانا رحت الحقيقة مكاتب شهر العقاري كذا مرة وشفت الحقيقة والله ربنا عالم وحتى زمالي كمان صوروا تقارير هناك في الفترة اللي فاتت وما إلى ذلك الموضوع بقى حاجة تانية اختلاف كل وجزئي بس كمان في قطار هذه التفرف عندنا تسهيلات بيقدم هذا القانون ولائحاته التنفيذية ابدأ من فين ابدأ الأول من المكاتب وزيادتها وتجهيزاتها وما إلى ذلك ولا ابدأ بالتسهيلات القانونية والإحرائي طيب انا ممكن نبدأ ما هو أفضل من ذلك انا عندي قيادة سياسية وطنية طبعا لديها الرغبة في نقل البلد نقلة اقتصادية اجتماعية حضارية وبالفعل لمسنا ذلك على أرض الواقع في خلال السبع سنوات الماضية توجيهات توجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس عبد الفهد التحسيسي بعمل وإعداد مشروع متكامل للصروة العقارية لتيسير إجراءات الصروة العقارية وهو المشروع الذي تبنته القيادة السياسية بل بالعكس تشرف عليه وتتابعه لما تلاقي فخامة السيد الرئيس في هذا القانون يتابع ويتم عرض من معالي الوزير العدل في الأسبوع الأخير في رمضان على فخامته نمازج هذا التوكيلات وبحضور دولة رئيس الوزر وفخامته يراجع النمازج التي سوف يقوم المواطن بتقديمها للشهر العقاري لما تشوف فخامة السيد الرئيس نفسه وهو بيراجع النمازج مع معالي وزير العدل وبحضور دولة رئيس الوزراء للنمازج يبقى تعرف أننا نتقلنا نقلة حضرية اجتماعية واقتصادية صحيح أقدر أقول لي سعدتك بعد هذا القانون سوف تتحول جميع العقارات الغير مسجلة إلى عقارات مسجلة وجميع العقارات القابلة للتسجيل إلى عقارات مسجلة طب العقارات الغير قابلة للتسجيل تم إيجاد آليات وضوابط لنقلها في هذا القانون طب يعني أي عقار غير قابل للتسجيل خقول سعدتك عقار في ظل هذا القانون غير قابل للتسجيل هو في حالة واحدة بس عقار ليس لديه رخصة بناء وما يشوف جرات التصالح مجرد ما يجيب التصالح هو العقار ده ده غير قابل التسجيل في الوقت الحالي وفي قلل أحكام هذا القانون جاب الرخصة هنلقى الملكية أيه تاني يا فندم العقارات محل النزاع والخصومات على العقار عقارات فيها أضايا عليها فيها مشاكل كل هذه العقارات دي غير قابل للتسجيل إلا بعد تصفية هذه الخلافات والنزاعات على العقارات بخلاف ذلك سوف يتم بإذن الله نقل الملكية العقارية بطريقة سهلة وبيسيطة وميسورة في خلال قد تسابعة وثلاثين يوم شايف ساعتك بتستغرب وقاعد بتفكر هل فعلا الكلام ده صحيح وده السؤال اللي أنا بسئله بسئله من السادة المواطنين محدش ميسدى إن أنا ممكن أنتقل وأن الملكية عقارة في خلال سبعة وثلاثين يوم أول يوم لفعالية هذا القانون معالي الوزير نزل بنفسه نزل لي يا فندي مقدم لتسجيل عقاراته في شبين الأناطر لسبب هو عايز يشتغل في الموضوع كمواطن يشوف أنا بقدم وأصاره نقف على الشباك ويتعامل معه الأجهزة بنفسه ما في جهازكم دلوقتي دورت العمل في الشهر العقاري مميكنة بالكامل والميكنة محترام الحضرتك لا تفرق بين شخص وآخر أنت بتحضر قلت لسه يقول لحدك كده هيقوله طب ما طبيعي ده ست مستشار عمر مرون طبيعي يعني هيخش المكتب كل حاجة هتخلص ومعه رئيس المصلحة ومعه المساعدين والكلام ده كل ده يقولونا خلاص كده كل حاجة ما هتخلص بزاق لاما أنت قدام دلوقتي تحول رقمي قدام دلوقتي آلات هي التي تتعامل وليست مواطنين المواطن الموظف العض هو يتعامل مع الآلة ولكن الآلة لا تفرق في إدخال المعاملة لا تفرق ما بين سيادتك و سيادتي هيقولك طب ما ممكن مثلا إجراءات الفحص ومش عارف هيها تبقى أسرع شوية لا يا فندي فحص دلوقتي النماذج الميزة في هذا القانون أنه تم عمل نماذج لكل حالة على حدها لكل طريق من طرق التسجيل نموذج عشان أوضح لإسعدتك نقطة القانون ده عشان يطلع قعدنا شغالين عليه وزارة العدل بكفت قطعاتها ده في الشكل القانون لأن فيه وزارات تانية معنية اشتركت معنا ولها بح كبير جدا شركاء النجاح معنا وزارة التخطيط وزارة الاتصالات وزارة الدفاع ومثلا في الهائة الهندسي القوات المسلح وزارة الرأي ومثلا في الهيئة الهيئة المصر العامة للمساح كل هذه الجهات اشتغلت على هذا القانون بس احنا بنيجي نتكلم عن الشق القانوني وزارة العدل اللي قامل به جميع قطاعات وزارة العدل اشتغلت في هذا قطاع التشريع قطاع التخطيط قطاع ابنية المحاكم والشهر العقالي كل قطاعات وزارة العدل اشتغلت على هذا القانون 440 يوم عمل وراش عمل في وزارة العدل لهذا القانون في مكتب معالي الوزير 46 جلسة ترقصها سيادته في مكتبه الخاص لهذا القانون استعداد كامل من كل أجهزة الدولة لأنه زي ما سيادته معالي الوزير بيوجب النقطة ده مش مشروع وزارة العدل فقط وزارة العدل لا تستطيع أن تقوم بهذا المشروع بمفردة دولة لا الدولة كلها بكافة أجهزتها جميع الوزراء اشتركوا في هذا المشروع ومش اشتراك لا ده تكاتف ومش كده كمان ده منتج لازم يطلع معالي وزير الاتصالات ربط كافة مأمورية الشهر على مستوى الجمهورية للتحول الرقمي وزارة التخطيط انت يا فندم بتشوف فكري جديد أنا ليا ده وقت 27 سنة في قطاع الشهر العقار لم أشاهد ولم أرى ما رأيته بأعيني في هذه المرحلة ولم أكن أتخيل في يوما أو بعض يوم أن يأتي زمانا على قطاع الشهر العقاري وينتم انتشاله من الضياع فعلا عزوف مواطنين وانت تعرف اننا لحد من شهرين كنا شغالين بالدفاتر بالدفاتر والملفات دلوقتي يا فندم خش مؤلاء الشهر كلها دورات عمل متماد ميكنة حديثة هذا هو التحول للرقمي المسألة تشارع عقاري دي في الغلبية العظمى هتبص عليها باعتبار أنه ده هيصب فيه مصلحة المالك اللي هو الفرد اللي مالك البيت مالك شقة مالك أرض إلى خير لكن هل يصب هذا القانون وهذه اللائحة وهذه التيسيرات والتفارات فيه مصلحة صناعة العقار بشكل عام؟ شوف فندم احنا اللي بنتكلم عن فواد التسجيل هنلاقي ونحصل فواد التسجيل هنلاقي فواد التسجيل بالنسبة للأفراد هيعود عليها فائدة من التسجيل فادي التسجيل بالنسبة للأفراد العقار يعد أكبر وعائد خاري بالنسبة للمواطن طبعا صروة العقاري صروة حطيتها في عقار سواء كان محل أو شائع أو بيت أو قطع طعا دي صروة طيب هذه الصروة ألا أنا الوقت أن يتم تأمينها وتؤمن؟ طبعا طريق الوحيد لنقل الملكية العقارية وتأمين العقارات وهو التسجيل يبقى هيرحم هذه العقارات من قصرة الدعاوة اللي ممكن يتم رفع على هذا العقار ويتم سلب العقار من تحت يده عقار وغير مسجل سهل جدا يتم السطو على هذا العقار واتخاذ أي إجراء قانوني ضد حاجة مش معرف لها صح؟ خلاص كده أو أنت ما معكش وراء إذبة ملكية أنت قاعد ممكن ما احترام لحضرتك بره وغيرك يخش ويقع إنما أنا ما يكون في عقار مسجل يبقى أنا عندي تأمين الملكية العقارية في المقام الأول بالنسبة للسيطة المواطن طيب بالنسبة للمجتمع في استقرار وعدم تفشي النزاعات أنت سعدتك معاك ملكيتك مسجلة وأنا معاك ملكيتك مسجلة كل من أحد عرف طريق هيؤدي ذلك ليه؟ تداول العقارات وتنشيط العقارات عقارات مسجل سهل جدا تبيع وانا يشريه من سعدتك يعني دلوقتي الأعادات ما بين البيع والمشتري بتستهرك شهور و ستين عشان يتم الاتفاق ما بين البيع والمشتري على أساس إيه؟ أنت بتجيب الورق وبيتجيب محامي يبحث الورق طيب لو عقارات مسجل أدي يا فندم عقاري أدي رأي المسجل سلام عليكم أخبر أولكم السلام اتفقنا خلصنا يبقى دي أكبر حاجة بتأثر في المجتمع طيب الدولة هتستفد إيه؟ ضبط الوعاء الضريبي بالنسبة لهذه العقارات طبعا ومشكلة كماء ورفع تصنيف الدولة من حيث الصروة العقارية صح لما يبقى عندي استقرار في الصروة العقارية لما يبقى عندي معاملات سهلة بسيطة في نقل الملكة العقارية مستوى الدولة بيتم تقييمه على أساس الملكية الموجودية لأنه يحصل نموه في سعر العقار وبالتالي يترفع تصنيف الصروة العقارية تستفد دولة وبالتالي أدخل في مرحلة كانت تحدث عليها الرئيس قبل كده تصدير العقار المصري تصدير العقار المصري إن أنا برا الناس الأجانب دول مش هقول بقى أهلينا اللي بيشتغلوا برا الناس الأجانب دول كانوا زماني يقول لك أنا هروح أشتري في مصر وإيش عرفني العقار ده قصته إيه وأوله إيه وإخيره مش عاوز أقول له حضرتك على وقع ولكن دللي كان بيحصل بالفعل الكثير من الشركات جدت استثمر في الاستثمر العقار في مصر ووجدت أنه اصطدم بقانون قانون من سنة كام سنة ستة واربعين بيطالب بإيه أفندي بتسلسل الملكي بيطالب بإيه أفندي مدة الطلب سنة وسنتين طب أي مستثمر هيجلس عدتك وهو عارف أن هو عشان هيتم نقل ملكية الأرض اللي هو جاي يستثمر عليها سنتي طب هو جاي يستثمر ولا جاي يعج جنب قوانين الشهر العقار ويسجل إنما لما المستثمر يعلم علما يقين أن هناك قانون في مصر يتم من خلاله نقل الملكية العقارية في خلال 37 يوم هذا أكبر ضمان للاستثمار العقار في مصر هذا أكبر ضمان للاستقرار الصروة العقارية في مصر طب على سبيل المثال مثلا في إنجلترا لو أنا عاوز أشتري بيت شقة كشك أقدر أعرف كويس هو اتبانى إمتى واتبع كم مرة وكل مرة كان السعر بتاع البيع قد إيه حدوتك حاجة عاملة زي اللي تكلم عليها دولة رئيس الحكومة دكتور مصرفة مدبولي رقم قومي للعقار أنا عارف سلسلته بالطريقة دي هيجي علينا يوم إن أنا أبقى عارف إنه البدة سلسلته كانت كذا ونموه السعري كان كذا ولما حصل مثلا فترة ركود لقدر الله في العالم فنزلت الأسعار طبع كده زاد التنزل سلح حصل في أمريكا 2008 حاجة زي ده هيجرى في يوم من الأيام عندنا هنا طب أنا أقول لحضرتك ما يحدث أكثر من ذلك شوف أنت ساعتك بتتخيل اللي في إنجلتر لا يا فندم أنا في هذا القانون بنقل الملكية العقارية وبسقط الملكية العقارية على خريطة الأساس الخاصة بجمهورية مصر عربية أنا عندي خريطة أساس في جمهورية مصر عربية معلّة عليها جميع العقارات والأراضي الفطاء للجمهورية حلو فيه ربط وهذا هو البرتوكول الموقع ما بين وزارة الدفاع وإدارة المساحة العسكرية ومثلا لأنها تملك خريطة الأساس وما بين وزارة العدل ومثلا في مصلحة الشهر الرقر والتوسيق وما بين لجنة حوكمة وصول الدولة وما بين وزارة التخطيط هذا البرتوكول ربط ما بين هذه الجهات على أساس أن أي تعامل يتم في الشهر العقاري عشان الملكية مجرد ما تسجل تعلّع على خريطة الأساس طيب هذه الخريطة الأساس يوجد بهذا الرفع حاجة اسمها استراج كود استراج كود هو الرقم التعريفي للعقار لكل عقار سوف يحصل على السراج كود وهو الرقم التعريفي للعقار وعدده 33 رقم هذا السراج كود هو الرقم التعريفي للعقار هذا النظام سوف يؤدي لإيه التكامل والترابط ما بين كاف الجهات الدولة إزاي فاندي أنا شهر عقاري نقلت الملكية سراج كود حط على خريطة الأساس الشقة بتحضر لك تسجلت باسم سعادتك على خريطة الأساس حلو تق وزارة الكهرباء تخش على خريطة تعرف الشقة دي باسم مين باسم مين الغاز اسم مين الإسكن يبقى كل قطاعات الدولة وكل أجهزة الدولة شايفة على خريطة الأساس الوحدة دي بتا مين ما فيش حاجة هتتم بعيدا أنا أعين الدولة انتهى زمن البعد عن الدولة صح الدولة دلوقتي أصبحت تتحكم وطرى كل شيء خريطة الأساس أنا هستأذن هروح لفاصل وهرجع بعد الفاصل هنكمل تكملة كده في النقطة المتعلقة بعقارات أيضا أظن كانت غير قبل للتسجيل قبل كده ليه كانت العقارات تتعامل إيه طبعا أنا عارف إن دي نسبتها بتبقى قليلة جدا ما بين نسبة لعموم المصريين يعني العقارات مش عارف الكمباونز والسحل الشمالي وكل الكلام دي الحاجات دي ما كانتش بتتسجل زمان جزء منها هيقولك ده لسه الأرض دي مش مسجلة لأن عليها لسه أقصات لا هيئة كزا لمجتمعات عمرانية والأرض دي لسه عليها أقصات للمحافظة والتالي كل ده ما كانش بيسمح بعمليات التسجيل هل هذه العقارات أصبحت دلوقتي قبل للتسجيل ولا لا هروح الفصل ونرجع لكامل الكلام مع ضفنا العزيز دكتور جمال يقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري بجمهورية مصر العربية استنوا طبعا كل زملائي عاملين يتوجهوا بالكم أسئلة مهول لدكتور جمال يعني صح وكده بالفعل كمام دكتور جمال في المصبوط يعني 5-7% اللي مسجلين وبقيتنا بما فيه طبعا بالمناسبة إحنا في البطاطا خالص هسجل والله هروح هسجل إن شاء الله لا يمكن طب أنا كنت بسأل على مسألة الملكيات اللي إحنا كنا قبل كده لما نيجي نقول لو الله دي بتتسجل فيقولك مثلا الأرض دي خدها مطور من هيئة المجتمعات بس لسه ما سدتش طب أنا كمواطن هعمل إيه مش عايف الحتة دي واحد شري شليف السحل الشمالي بس أصلا دي دي قيود تانية فدي ما كنتش قبل كده برضو بتتسجل بتبقى كلها حاجات عبارة عن عقد ابتدائي واخده من الشركة ولو أنا شاريها من دكتور جمال فأنا شاريها برضو بعقد ابتدائي وتوكيل بيع حواديد كده دي بتعامل فيها إيه أو هاي تعمل فيها إيه شوية فندم أنا عندي المجتمعات العمرانية القديمة وعندي المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية القديمة ده اللي بينطبق عليه أحكام القانون 114 اللي سنة 46 اللي احنا عدلنا طيب المجتمع العمراني الجديد ينطبق عليه القانون 27 اللي سنة 2018 اللي هو بينظم التملك في المجتمعات العمرانية الجديدة عظيم لما جاءت القانون ده يتم إعداده معالي الوزير بحثت نقطة على أعلى مستوى مدى إمكانية استفادة المجتمع العمراني الجديد بهذا التشريع وبالفعل وجدنا آلية جديدة لنقل الملكية كوارد المجتمع العمراني القديم وبالفعل عملنا 8 نمازج موازية للـ 8 نمازج بتاع المجتمع العمراني القديم النمازج الملونة الملونة يبقى أنا عندي 16 دموزة حلو 8 نمازج بيمثل المجتمع العمراني القديم و نفس 8 نمازج بيمثلوا المجتمع العمراني الجديد بل بالعكس احنا في هذه النمازج المجتمع العمراني القديم في القديم كنا بنطلب رفع مساح رقم في المجتمع العمراني الجديد لأنه هذه الأراضي و هذه الكمبوندات كل ده ساعتك مخططة منظمة لها ترخيص مباني الدولة بأجهزتها أشرفت عليها و طورتها فكل الداتا بتاعتها موجودة في الأجهزة عظيم و بناء على ذلك هذه التسجيلات داخل المجتمعات العمرانية الجديدة يسري عليها عدد 8 نمازج تمثل الحالات الواقعية و تسجيل الأحكام و كل هذه الحالات رائع جدا يبقى ينطبق عليها هذا التشريع و هذا التعديل القانون حلوة قوي 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 نخش بقى على الحاجات اللي هي ايه الناس هتستخدمها يعني مثلا حاجة زي أرغب في عمل توكيل يعني ايه أرغب في عمل توكيل التطبيق ده الموقع يعني طيب احنا كده هنقلنا من القانون اه اشرح لنقل الملكية العقرية للتوصيق للتوصيق فيه ازدحام أمام مقرات فروع التوصيق على مستوى الجمهورية عدد مقرات التوصيق على مستوى الجمهورية فيها أمام هذه ازدحام وزارة العد اتخذت العديد من الإجراءات للقضاء على هذه الازدحام طيب تعمل ايه أول حاجة وقعت بروتقول مع الهيئة القومية للبريد بإنشاء وافتتاح عدد 110 مقر داخل مكاتب البريد للتوصيق يبقى أنا عندي توسع أفقي في مقرات البريد موجود فيها مقر للشهر العقاري يقوم بعمل التوصيق ماشي في سكة التكامل التكامل وطراب يبقى دابرة كل حل المشكلة أه حل المشكلة لأننا عند 110 مكتب بريد يستطيع المواطن وجد ازدحام في منطقة والمنطقة دي فيها مكتب بريد ومكتب البريد فيها شبابية للتوصيق يبقى السيد المواطن قادر يتوجه لمكتب البريد اللي فيه توصيق اللي فيه توصيق يبقى خف في الازدحام صح دي رؤية الدولة ورؤية وزارة العدل قائمة على ايه شوف المشكلة فين ونشوف الخطة لحل هذه المشكلة فيه ازدحام طب أنا عندي فرع من مقر في الواقع التوصيق فيه خمس موصيقين الخمس موصيقين قائم عليهم حي بالكامل طب لما نشئ مكتب بريد فيه فرعين أفتت عدد الموصيقين ثلاثة يروحوا هنا والتنين يقعدوا هنا قادر الخمسة وفي نفس الوقت المواطنين هنا وهنا يبقى دي رؤية الدولة ورؤية وزارة العدل في فضل اتشاب تاني حاجة سيارات التوصيق المتنكلة أيوة بالفعل بورتوكول تم ما بين وزارة التخطيط ووزارة العدل والاتصالات على أساس إنشاء سيارات للتوصيق المتنكلة وبعندنا دلاتي أستول من السيارات التوصيق مغطية كافة محافظات الجمهورية وفي خط ساخن 15-39 يستطيع السيد المواطن التواصل مع هذا الخط وبيحدد له الزمن والمكان اللي بينتقل هذه السيارات مجهزة بأحدث وسائل التكنوليشة الحديثة شهر عقاري متنكل متنكل ومش كده بالبصمة الإلكترونية مش الحبر بتعزيمة لا 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 بسمع والأخطر من كده السيد الموسك بيطلق لحضرك لحد الشقة بتاحتك بيمضيك أو على الإجراء وبيسلمك الصلة الرسمية في عقر دارك في منزلك الأخطر من كده إن هذه السيارات وتوكيلات هذه السيارات ربط على شبكة معلومات مصلحة الشهر عقاري والتوصيق فبتتسجل مركزي على طول بمعنى أنت عملت توكيل ساعتك هنا في القاهرة بس سيارة المتنكلة طيب أنت موجود في اسكندرية وعاوز تغضب النصورة هتيجي القاهرة تغضب النصورة لا في فرع أي فرع مميكل في اسكندرية تطلب سرع من التوكيل يستدعيها لا ودغو سرع منه طيب في إسواق تغضب النصورة يبقى عندي عملية التحول الرقمي وعملية انتشار الخدمات المتعددة في قطاعات الشهر العقاري أدت إلى إيه أنا دلوقتي ما عنديش مشكلة في التوصيق دلوقتي يزدحام زي زماني أنت كنت حضرتك ما تتخيلش تالت حاجة ودي افتتاح العديد من فروع التوصيق المتميزة ودي ساعتك فروع يعني إيه بقى ده فروع فرع من التوصيق زي مول العرب سودك عندنا ستستار جوفالي في اسكندرية هذه الفروع مميزة الخدمة فيها على الحجز المسبق أنت ساعتك بتحجز برضو 15 ثلاثة ساعت نعم لأ دلوقتي المميزة بتخش على بوابة مصر الرقمية بوابة مصر الرقمية بوابة مصر الرقمية وبتحجز وبيحدد لساعتك وتقول أنا عاوز ستستار يقول لك يوم الخميس الساعة عشر الصبح قدام الأستاذ فلان وانت ساعتك بتكتب توكيلة من ناو خلال بوابة مصر الرقمية بتروح حضرتك في نفس التوقيت بتلاقي إذا السيد الموصق منتظر ساعت بيعمل حاجة واحدة بس لا ما فيها الشهر السيد الموصق بتحقق من حاجة واحدة بس من شخصيتك ومن أهليتك فقط بيسأل حضرتك أنت بحضرتك بتعمل التوكيل فلان فلان آه تمام بتحقق من شخصيتك نطبع التوكيل تفضل خدمات التوصيق بقى دلوقتي احنا خدنا طريق كبير جدا في التوصيق واحدة عن حل جميع المشاكل التي تقضي على الإزدحام وتوصل الخدمة بطريقة سهلة وبطريقة ميسور حلو جدا ايه هي بقى الحقيبة يعني أنا عارف أرغب في عمل التوكيل وعندنا السيرات المتنقلة وعندنا الحاجات اللي في البريد وعندنا المكاتب نفسها وما إلى ذلك ايه الحقيبة دي ما الحقيبة اللي هي اللي داخل السيرات المتنقلة اللي بيطع السيد الموصق دي دي اي حد من حقه ان هو يطلب انها تستخدمها ولا مثلا ايه كبار السمن حد مر لا 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 على فك اي حد متاحة للجميع هزي الخدمة متاحة للجميع طب خل اسعدتك ممكن انت اسعدتك تكون مش عاوز تنزل للشارع وعاوز تستفيد بالخدمة الخدمة خدمات التوصيق اللي هي خاصة بالفي اي بي او صارت التوصيق المتنقلة كل هزي الخدمات متاحة للجميع اهلا وسهلا اهلا وسهلا انت طالب الخدمة ومحتاج الخدمة الخدمة متاحة للجميع طيب هرجع مرة تانية بقى هنا على الشهر عشان اه شهر بتقاس على اي اساس هل هي على مبلغ بتاع البيع ولا يعني بتتقاس ازاي هول ساعتك لما جام علي الوزير يحدد ضوابط النمازج انت طعرف الرسوم دي احنا قعدنا فيها كم جلسة مع معالي الوزير تسعة جلسات من ضمن الرومية واربعين يوم اه من ضمن الرومية ليه فندب؟ هو كان سيادته ومحضر مكتب سيادته الفني وبنتناقش في نقطة اساسية طيب كل نموذج من هذه الطلبات نحسب النموذج بتاعها احنا عملنا 16 نموذج تعالوا نحسب 16 نموذج نحسبهم من حيث رسوم نقل الملكية العقارية رسوم انتقال اللجنة اللي هتنزل والبحث رسوم النشر في الجرائد رسوم متابعة واستعلام من كافة اجهزة الدولة يعني السيد المواطن بيقدم لأوراق القانون حاطة شر من يقدم اوراق مزورة بقصد سلب ملكية عقار حط العقوبة جنائية مدلت قلعا سنة وغرامة 50 ألف جنيه ومش كده وضبط المستند المزور وقرر سيادته منحة ضبطية القضائية للسادر وقساء المؤمنات ومناء المكاتب لضبط المستند واعداد مذكرة وعرضة على النيابة العامة في اليوم التالي على الأقصر رأى ليه يا فندم الضمانات دي عشان السيد المواطن اللي بيفكر او بينوي انه يفكر يكون جزاؤه المادة اللي تم وضعه في هذا فالناوي يرجع يتقل مهو ده ملكية عقارية وعقارية طيب كل هذه الإجراءات وكل هذه النماذج عاد سيتو يحسب معنا الرسوم هذه الرسوم رسوم دولة اه رسوم دولة هذه المصاريف الإدارية طيب من عندي رئيس مأمورية واثنين أعضاء فنين هينزلوا عمل المعاينة طيب هياخدوا عربياتهم او هيتصرفوا في وسيلة مواصلات أوبر او اين كان وينزل يعمل المعاينة او قلوا حتى الدولة هتوفر وسيلة المواصلات ما هي تكلفة في النهاية لا الدولة مش هتوفر وهذه المصاريف الإدارية اللي تم تحديدا طيب هننشر في جرايب واتعاقدنا بالفعل مع ثلاث مؤسسات حلو للناشر كل ذلك على نفكة السيد المواطن كانت رؤية معل الوزير تنحصر في ايه انا مش عاوز اجيب المواطن اللي مرة واحدة حد أقصى وان الافهدب هو مرتين مرة وهو بيقدم النموذج مستوف الأوراق ومرة التانية وهو بيوقع على العقد النهائي بتاعه حلو هو سيدته كان بيوجه لا انا مش عاوز اجيب المواطن الا مرة واحدة هو يجي يقدم ويمشي ونشوف قال لي ان العاد يوصله ازاي فاستضبنا بنصوص قوانين التوصيل انه لازم المواطن يجي يوقع على العقد النهائي ماشي فأصبحت مرتين يبقى كافة الرسوم الإدارية وكافة الرسوم نقل الملكية العقارية وكافة الرسوم دي تم حسابه على حسب الشرائح فأصبح عندي نمازج رسوم خمسون جنيه في عدد التم من نمازج اللي هي حالات معينة هي حسب الحالة على حسب النموذج اللي انت بتتعامل به انت ساعتك طريقة نقل الملكية عند ساعتك هترفع دعوة صحة ونفاس لديك نموذج دعوة صحة ونفاس الرسومه كام خمسون جنيه رفع الدعوة ربع الرسم خمسون جنيه يعني هتقدم دعوة صحة ونفاس هتدفع خمسون جنيه امتى بقى انت هتدفع تلاتة تسعمية ودول تحت حساب التسوية في الحالات التي تتطلب معاينات ونشر وانتقال كل هذه الحالات هي اللي بتتطلب تلاتة تلاف وتسعمية جنيه يبقى كل حالة على حدة لها شريحة من الرسوم شريطة انها ما تتعداش التلاتة تسعمية فتلاتة تسعمية هي الحالة الاكثر تعقيدا وصعوبة دعوة اللي هنا مزاج رقم اتنية اللي بيتم نقل فيهم الملكية بطرق معينة هذه الطرق بيتم الاستعلام من الشهر العقاري عن بعد النوع الميزة برضو لهذا في القانون القانون القديم كنا بنجيب شهادة بعدم حصول مخالفات عن الوحدة المخالفة طيب معالي الوزير وجه نقطة معينة في القانون ايه هي فندب قال فرقوا ما بين ثلاث حالات وفعلا حطناهم في اللايحة وبالفعلا حطناهم في نمازل سيادته قال العقارات اللي مقامة قبل العمل باحقام القانون 25 لسنة 92 وهو قانون زلزال ده ما تطلبش منه لأي مستند تثبت لك ان العقار كان مقام قبل 2692 طيب ليه يا فندب 2692 هو قانون 25 لان بصدور القانون 25 لسنة 92 وهو قانون زلزال قال لك ما فيش مباني تقام إلا برخصة مباني إنه قبل كده كان يجوز إقامة المباني بدون ترخيص فالفترة بعد 2692 المباني أصبح تقام بترخيص دي الحالة التانية فالحالة الأولى العقارات المقامة قبل 2692 دي هزبتها بأي مستند العقارات المقامة بعد 2692 هيقدم رخصة مباني دي الحالة التانية فإذا كانت الرخصة والعقار أو الوحدة داخل نطاق الترخيص مش هيقدم مش هادة بعد حصول المخالفات يبقى هيقدم الرخصة إمتى هيقدم الحالة التالتة بقى للسيادة ووجه بيها وبالفعل بدأت تتنفذ نعنى النموذج المباني اللي مقامة بعد 92 وليس لها رخصة مباني دي بقى لازمة نجي فيها قرار تصعبه يبقى أنا عندي ثلاث حالات ودي المميزات اللي أتت بهذا القانون 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 فرق ما بين الملكية في مصر اللي قبل الترخيص اللي باع الترخيص اللي مخالف للترخيص شفت القانون القانون ده أنا بعتبر أن هذا القانون فكري جديد برؤية جديدة بإجراءات جديدة هو تفضل فعلا يعني في الرسوم له إجراءات وقوانين في الجانب الفني له إجراءات وقوانين طيب أنا أسأزا نروح لفاصل الأخير ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع ضفنا العزيز دكتور جمال يأوت رئيس مصلحة الشهر العقاري بعد إذنكم استنونا أنا عندي أربع دقايق أسأل فيهم ثلاث أسئلة وراء بعض دلوقتي أول حاجة أنا مسجل أو عندي تسجيل بكام عقار لحد دلوقتي في مصر ومستهدف أسجل قد إيه السؤال التاني هو الأجانب لما يجوا يسجلوا هينفع ولا مش هينفع وهي شروط تسجيل الأجانب وتسجيل الملكية ثلاثة وهو الأخير شكل التقديم الإلكتروني إلى أي مدى هو يسير ويحصل إيه عشان ننجز نفسي طب أنت الساعتك سألت خلص الله بعد قاعد سلام عليكم يلا بيها ساعتك سألت كل سؤال من هذه الأسئلة محتاج وقت ممال ولكن أنا برضو عشان نرغب ساعتك في التوقيت هنقدر دون لساعتك أنا عندنا عدد العقود المسجلة لما معالي الوزير وجه بحصر عدد عود المسجلة وجد أن عدد عود المسجلة يتمثلون من سنة 46 حتى اليوم 13 مليون عقد عندنا عقارات مسجلة بعقود مسجلة 13 مليون هل 13 مليون دون عقر يمثلوا 13 مليون عقار لا يفند لا يمثلوا لأن العقارات بتتداول المسجلة بتتداول فممكن العقار الواحد يبقى عليه عشر معاملات عشر عود مسجلة ف13 مليون مش هي المرآة الحقيقية لعدد العقارات المسجلة حلو ولكن أنا أتمنى ومعالي الوزير أتمنى والقدر السياسيات أتمنى أن نحن ننقل 13 مليون دول اللي هما تسجلوا لا دهنا في خلال خمس سنين أقول لنا نتمنى ولكن ثقافة المواطن مع انتسيرات هي اللي هتتدينا عدد من المسجلات اللي احنا هنفتخر بيه وهنقول احنا كنا الجيل الزهبي اللي قدرنا ان احنا نرفع الصروة العقارية في مصر السادة العضاء الفنيين على مستوى الجمهورية شغفونا بهذا القانون ليه فندب الجيل ده حاوز يثبت في يوم الأيام أنا شاركت في هذا القانون وأنا فعالية هذا القانون أنا بدأت اشتغالها أنا في مصطلح الأباء المؤسسين في أمريك بالضبط هي المسألة هي المسألة دي أقول أساسي الجمهورية الجديدة شوف يا فندب فكر الأعضاء القانونيين الراقي عمل ايه يا فندب عمل ايه أنشأ جروبات خاصة وأنشأ هذه الجروبات مع السادة المحامين حي عشان يعرف الفكر فكر متطور على الأعلى مستوى من الأعضاء الفنيين لنجاح هذا القانون ومش كده كمان سقط على التوازي سقط معالي الوزير في هذا الكم الهائل من الأعضاء اللي لهم ثقافة الفكرة برفع كيان المصلحة ورفع كيان الاقتصاد والسروة العقارين طيب تسجيل العقار لغير المصريين على فكرة القانون ما فرقش ما بين القانون تسعة في نقل الملكية العقارية ما فرقش ما بين أجنبي ومصر ولكن في ضوابط طبق اللي حكام القانون 230 لسنة 96 هذا القانون هو القانون التملك شؤون غير المصريين القانون ده بحط الضبانات معينة اللي هي ما يتملكش أكتر من 4,000 مت إنه هو بقصد السكن له و لأسرته إجراءات أمنية بيتم الاستعلم عنها ولكن يجوز وفق الأحكام هذا القانون يجوز للأجنبي أن يستعمل هذه النماذج وأن يقدم هذه النماذج وبنفس الرسول وبنفس الرسول حلو لا فيش فرق ما بين أجنبي ومصري في قانون الرسول قبل السلام الختام نسجل إزاي إلكتروني طيب إمكانية تقديم الطلبات هذا هو ما أتى به التشريع وهذا هو ما أتى به القانون وهو تقديم طلبات الشهر لنقل الملكية العقارية إلكترونية والأخطر من ذلك تلقي مأموريات الشهر نقل الملكية إلكترونية وده اللي موجه فيه معالي الوزير في يوليو 22 سوف يتم تفعيل هذه الخدمة بإذن الله دكتور جميل نورت وشرفت وكان لقاء طال انتظاره الحاجات الحلوة اللي فيه هي أنك نبتخيي نقعد كل شوية أبعت لحاتك على الواتساب ونقعد نتكلم وحاجات زي كده والأحلى وأحلى هو أنه بعد طول الانتظار نورتنا واتكلمنا في كل الأمور شديدة الأهمية بعد النهار ممكن أبلغ أوجه رسالة للسادة المشاهدين الكرام أرجوك وزارة العدل وضعت هذا المشروع ووضعت شعار استخدمت وزارة العدل في هذا القانون سجل وبلاش تأجل احمي دارك بتسجيل عقارة هذا هو شعار وزارة العدل في المرحلة الحالية وسوف يكون لها الأثر الإيجابي في استقرار السلوى العقارية في مصر في نقل السلوى العقارية في مصر بطريقة سهلة وطريقة ميصورة ونقول إيه عاشت مصر حرة وتحية مصر يا مصر ألف 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 مرة شكراك مرة تانية يا دكتور جمال كل الشكر لحضرتك شكرا جدا لكم على حسن المتابعة وخلطة الحلقة لحد كده صحيح بكرة الصبح من النجمة هبقى فين مش هقول لكم لكن هنعمل حاجة لطيفة جدا هتتزعلوكم كده قريب وهتعجبكم قوي 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 من النجمة بالمعنى الحرفي والنهار بنشأشأ كده نقابلكوا الأسبوع الجاي سلامات ترجمة نانسي قنقر